شاهدنا في الجزء الاول محاكاة مرعبة للحرب النووية في حضارات العالم القديم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قام العلماء بانشاء نماذج افتراضية لحضارات مثل مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وحضارات امريكا الوسطى ثم قاموا بمحاكاة تأثير الحرب النووية على هذه الحضارات اما في هذا الفيديو سنشاهد محاكاة مرعبة للحرب النووية القادمة حيث قام العلماء بانشاء نماذج افتراضية لتأثير الحرب النووية على المدن الكبرى في جميع انحاء العالم وكانت النتائج مرعبة في غضون ساعات سيتم تدمير جميع المدن الكبرى في العالم سيموت ملايين الاشخاص وستصبح الارض مكانا غير صالح للسكن هذه المحاكاة هي تذكير مرعب بالمخاطر التي تنطوي عليها الحرب النووية فهي توضح كيف يمكن ان تدمر الحرب النووية الحضارات في لمح البصر وتترك العالم في حالة خراب تخيل انك تعيش في مدينة مزدحمة ان تخرج من المنزل صباحا وتذهب الى العمل او المدرسة فجأة ترى كرة نارية ضخمة تتساقط من السماء تنفجر القنبلة النووية وتنتشر موجة من الحرارة والرياح والطاقة بسرعة البرق في غضون ثوان تحولت المدينة الى رماد ودمرت الحضارة التي كانت تعيش فيها انت عائلتك واصدقائك وجميع من تعرفهم يموتون على الفور هذا ما حدثنا به التاريخ عن الحروب النووية قديما لكن ما الذي يتوقعه العلماء في العصر الحالي عن سيناريو يوم القيامة ماذا لو قامت حرب نووية بين روسيا والناتو طور الباحثون محاكاة مرعبة توضح كيف ستنتهي حرب نووية متصاعدة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي وروسيا كيف ستقتل الحرب بين روسيا والولايات المتحدة اربعة وثلاثون مليون شخص في ساعات ستشاهدون الان محاكاة مروعة تظهر البلدان التي سيتم طمسها بسجادة القنابل الذرية ويتنبأ الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على بيانات واقعية عن مواقف القوة النووية واهدافها وتقديرات السببية بان اربعة وثلاثون فاصل واحد مليون شخص سيموتون في غضون ساعات ومن شأن الصراع الكارثي ان يخلف خمسة وخمسون فاصل تسعة مليون جريح اخر وهي ارقام لا تشمل الوفيات اللاحقة الناجمة عن التداعيات النووية وغيرها من الاثار ففي الساعات الثلاث الاولى فقط ستتعرض اوروبا للدماري وسيقتل او يصاب ما يقدر بنحو اثنان فاصل ستة مليون شخص ستشهد التسعون دقيقة التالية ضرب المدن الرئيسية في كل من الولايات المتحدة وروسيا بخمسة الى عشر قنابل نووية لكل منهما مما سيسفر عن مقتل او جرح ثمانية وثمانون فاصل سبع مليون اخرين رغم معرفتنا بالكوارث المتوقعة من استخدام الاسلحة النووية لما علينا في كل حرب ان نتخوف من وجودها رغم مرور اكثر من عام على بداية الحرب الروسية في اوكرانيا يتعقد الصراع اكثر فاكثر مع تزايد التصعيد العسكري فيما لا تزال اشباح الحرب النووية تلوح في الافق خاصة مع تلويح موسكو اكثر من مرة باستخدام السلاح النووي صحيح ان هذا التلويح اقرب الى مناورة روسية للضغط على خصومها سواء اوروبا او الولايات المتحدة الامريكية لكن تبقى المشكلة ان احتمال استخدام اي من الدول المتصارعة سلاحا نوويا يظل قائما وان كان بعيدا في مرحلة ما من تاريخ الحضارة البشرية يكون الاحتمال الضعيف جدا الى ابعد حد جوهريا بسبب قدر الاثار المتوقعة المترتبة عليه في كتابه اسباب واشخاص الصادر سنة 1984 يسأل الفيلسوف البريطاني ديريك بارفيت قائلا ايها اسوأ الانتقال من السلام الى حرب نووية تقتل 90% من البشر ام الانتقال من حرب نووية تقتل 90% من البشر الى حرب نووية تقتل 100% من البشر قد تقول ان الحالة الاولى بالطبع اسوأ لكن الحالة الثانية لا تعني قتل 10% من الناس فقط بل تعني انقراض البشرية الذي سيكون في حد ذاته اسوأ بكثير لانه يمنع وجود جميع الاجيال القادمة هذا الاحتمال الاخير اقل من سابقه لكنه اسوأ لدرجة تجعل من المهم ان نأخذه في الحسباني في هذا السياق يبرز مصطلح ساعة القيامة وهو اصطلاح رمزي تعبر عنه ساعة تشير الى ما قبل منتصف الليل بعدة دقائق ابتكرت هذه الفكرة سنة 1947 من قبل مجلس ادارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو وهي تنذر بقرب نهاية العالم بسبب السباق الجاري بين الدول النووية خلال عامي 2015 الى 2020 حدث العلماء بيانات الساعة وحركت للامام مئة ثانية ما يعني وجود احتمال اكبر لكارثة نووية اشار الباحثون الى انه رغم الوعي بالمخاطر النووية فان كل دولة تمتلك سلاحا نوويا تحدث ترسانتها النووية حاليا وبشكل متسارع القنبلة الذرية لو سقطت القنبلة في احد شوارع مركز المدينة فستظهر خلال اقل من ثانية كرة من البلازم الحارة جدا وكل شيء سيتبخر من بشر واشياء ومنازل وسيارات واشجار وغيرها بينما نتحدث الان يحوي العالم ما بين 15 الى 18 الف رأس حربي نووي عدة الاف منها يمكن ان تكون جاهزة للاطلاق خلال 5 الى 15 دقيقة وفي استطلاع للخبراء في المؤتمر العالمي للمخاطر الكارثية في جامعة اكسفورد سنة 2008 قدر احتمال الانقراض البشري الكامل بواسطة الاسلحة النووية بنسبة واحد في المئة خلال قرن بالطبع تعكس هذه النتائج الاراء المتوسطة لمجموعة من الخبراء وليست نموذجا تحليليا احتماليا قائما على عمل بحثي لكن الاحتمال مرة اخرى لا يزال قائما مهما بدى ضعيفا انه يبدأ بقنبلة واحدة حسنا دعونا ندخل قليلا الى ما يمكن ان يحدث في عالم الاحتمالات لنبدأ مثلا باحتمال بسيط يقول ان روسيا او ايا من دول حلف الناتو النووية بدأت باطلاق صاروخ نووي واحد عابر للقارات وضرب مدينة متوسطة او ربما كبيرة بحجم القاهرة مثلا ما الذي سيحدث في هذه الحالة هذا احتمال شهدنا تحققه من قبل في حالتي هيروشيما ونغازاكي لو سقطت القنبلة في احد شوارع مركز المدينة فستظهر خلال اقل من ثانية كرة من البلازمة الحارة جدا اكثر من الشمس وتبخر كل ما يوجد ضمن نطاق اثنان الى ثلاثة كيلو مترات من مركز الانفجار حينما نستخدم لفظة بخري فاننا نستخدم ادق وصف ممكن لما سيحدث كل شيء سيتبخر من بشر واشياء ومنازل وسيارات واشجار وغيرها لا توجد في العالم كله دولة واحدة يمكن ان تتحمل اثار ضربة نووية على مدينة واحدة فقط بعد ذلك وخلال اقل من عشرون ثانية لاحقة ستنطلق موجة حرة هائلة الى دائرة قطرها خمسة وعشرون الى ثلاثون كيلو مترا هنا لن يتبخر شيء لكن كل ما هو قابل للاحتراق سيحترق بما في ذلك البشر والاشجار والمنازل والمواد البلاستيكية والملابس يتضمن ذلك ايضا موجة صدمية قادرة على هدم معظم المنازل في المنطقة اثر تلك الموجة سيكون اكبر من المرور خلال اعصار هائل من الدرجة الخامسة قد يصل عدد القتلى في هذه الضربة الى خمسمائة الف شخص مع ضعف هذا العدد من المصابين الذين لن يسعفوا لان البنية التحتية دمرت لكن هذا ليس كل شيء لم نتحدث بعد عن التلوث الاشعاعي الذي سيمتد لنطاق عدة كيلو مترات اضافية بعد الدائرة السابقة قاتلا من خمسون الى تسعون في المئة من السكان خلال الساعات الى الايام التالية مع ارتفاع احتمالات الاصابة بانواع متفرقة من السرطان في الاجيال التالية لمن تبقع يلي ذلك انتشار واسع لما يسمى بالغبار النووي وهو الرماد المشع المتبقي الذي دفع به الى الغلاف الجوي بعد الانفجار ويمكن ان ينتشر هذا الغبار لعدة مئات من الكيلو مترات من موقع الانفجار في حين ان معظم الجسيمات التي يحملها الغبار النووي تتحلل بسرعة فان بعض الجسيمات المشعة سيكون لها اثر باق يتروح من ثوان الى بضعة اشهر اما بالنسبة لبعض النظائر المشعة مثل السترونتيوم تسعون والسيزيوم مئة وسبعة وثلاثون فان اثرها يدوم طويلا جدا ربما لمدة تصل الى خمس سنوات بعد الانفجار الاولي في حال حدوث انفجار نووي ينصح الخبراء بالتخفي لمدة اثنان وسبعون ساعة في الانفاق خشية التعرض للغبار النووي لكنه لا يتوقف عند واحدة فقط الخلاصة لا توجد في العالم كله دولة واحدة يمكن ان تتحمل اثار ضربة نووية على مدينة واحدة فقط لكن الامر كما تعرفون لا يتوقف عند ضربة واحدة فقط من سيتلقى اول ضربة لا بد من ان يرد بضربة اخرى كي ينتقم ويحسم الصراع لصالحه لمعرفة شكل تطور هذه الاحتمالية بنى الباحثون من جامعة برينستون الامريكية محاكاة تتطور خلالها حرب تقليدية بين روسيا والناتو الى حرب نووية عبر ادخالك من هائل من البيانات المتاحة والاستخدامة باراتية الى المحاكاة وبافتراض ان الضربة الاولى ستكون من جانب روسيا تبدأ المحاكاة بضربة صاروخ بلستي نووي قادم من قاعدة في مدينة كيلنينغيراد الروسية الواقعة بين بولندا ولتوانيا على ساحل البلطيق مستهدفا قاعدة عسكرية توجد على الحدود البولندية الالمانية ردا على هذه الضربة تفترض المحاكاة ان الناتو لن يسكت سيطلق ضربة واحدة تكتيكية الى قاعدة عسكرية على الحدود الروسية الغربية ستنطلق عبر قاذفة قنابلة مسافرة من قاعدة تقع على الحدود بين المانيا وفرنسا ما سبق كان فقط ضربات نووية تحذيرية محدودة موجهة الى قواعد عسكرية عادة ما تكون نائية عدد القتلى لن يكون كبيرا لكن المحاكاة تتوقع ان روسيا خلال ساعات قليلة ستطلق اول ضربة نووية حقيقية على دول الناتو تفترض المحاكاة ان ذلك سيتضمن قاذفات قنابل تحمل ثلاثمائة رأس حربي نووي موجهة الى مواقع عسكرية منتشرة في كل اوروبا الرأس الحربي يشير الى المادة المتفجرة النووية في هذه الحالة التي يحملها الصاروخ الى الهدف من جانبه سيرد الناتو بمئة وثمانون رأسا نوويا حربيا الى مناطق عسكرية حدودية وفي عمق الدولة الروسية تتوقع المحاكاة ان عدد الوفيات سيصل خلال ثلاث ساعات فقط من هذه المناورة الى اثنان فاصل ستة مليون شخص هذا الرقم قليل بالمناسبة لسبب واحد وهو ان الحرب الان ما زالت تستهدف المواقع العسكرية فقط في هذه الاثناء ستكون معظم المواقع العسكرية الاوروبية قد تدمرت هنا سيضرب الناتو ضربة كبرى مكونة من ستمائة رأس حربي نووي قادمة من الغواصات الحاملة للصواريخ النووية في محيط الولايات المتحدة الامريكية لان روسيا تعي ان هذه الضربة ستدمر بنيتها التحتية عسكريا فانها ستطلق عددا قريبا من الرؤوس الحربية النووية قبل وصول تلك الضربات ستنطلق تلك الصواريخ النووية من العربات المتحركة تلك التي تحمل صواريخ مثل اليارس والتوبول ومن الغواصات ومن المراكز الثابتة على الارض باتجاه اوروبا والولايات المتحدة لان الضربات ما زالت عسكرية وتستهدف مراكز عسكرية فان عدد القتلى سيصل الى 3.4 ملايين شخص في هذه الحالة لكن الامر بحسب المحاكاة لن يستمر بهذه الوتيرة في مرحلة ما سيكون الرد باستهداف اكثر المدن كثافة في كل دولة مشاركة بالحرب الشكل النهائي للمحاكاة بعد اتمام المرحلة الاخيرة بقتل 85.3 مليون شخص فقط في 45 دقيقة تفترض المحاكاة ان الامر سيبدأ باستهداف 30 مدينة هي الاكبر من حيث عدد السكان في كل طرف روسيا والناتو واي دولة اخرى ستشارك بنحو 10 الى 15 رأسا حربيا نوويا لكل مدينة وهم في الولايات المتحدة نيويورك انديانابوليس انديانا واشنطن العاصمة سان ديغو كاليفورنيا أوستن تيكساس وفي روسيا سان بيترسبور ايجي فيسك كاراس نودار تولياتي كاراس نياريسك بالاضافة لكبايات المدن والعواصم الاوروبية هنا سيتصاعد عدد القتلى الى 85.3 مليون شخص خلال 3-4 ساعة فقط من لحظة الضرب مع ضعف هذا العدد من المصابين انه السيناريو القاتل نفسه الذي شرحناه قبل قليل حينما تخيلنا لحظة سقوط قنبلة نووية في مدينة مزدحمة لكن الامر لا يتوقف عند هذا الحد لفهم تلك الفكرة افترض فريق من الباحثين من المركز القومي لدراسة المناخ في كولورادو في الولايات المتحدة الامريكية ان حربا نووية اقليمية صغيرة نشأت بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان وضع العلماء نموذجا لحرب تستخدم مئة رأس حربي نووي فقط كل منها يساوي قنبلة نووية صغيرة تعادل تلك التي ضربت هيروشيما ونغازاكي كشفت النتائج ان ذلك يمكن ان يضر بالمناخ العالمي لمدة عقد كامل على الاقل مع محو طبقة الاوزون حيث ستؤدي الطاقة الناتجة منها الى اطلاق نحو 5.5 ملايين طن من الكربون الاسود عاليا في الغلاف الجوي ما سيخفض متوسط درجات حرارة سطح الارض فجأة 1.5 درجة مئوية وهو ادنى مستوياته منذ اكثر من الف عام تفترض الدراسة ان حربا كهذه ستدفع معظم مناطق امريكا الشمالية واسيا واوروبا والشرق الاوسط الى اختبار فصول شتاء يكون متوسط الحرارة بها من 2.5 الى 6 درجات مئوية مع سقيع قاتل في جميع انحاء العالم سيضرب مواسم نمو المحاصيل الزراعية تماما لمدة 10 الى 40 يوما سنويا لعدة سنوات يمكن للترسانات النووية الحالية التي قد تستخدم في الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا ان تضخ 150 تير غرام من السخام وهو سحب من جزيئات الكربوني من الحرائق التي اشعلتها الانفجارات النووية في طبقات التروبوسفير العليا والستراتوسفير السفلة لتنتج شتاء نوويا على الجانب الاخر فان الرماد الكربونية في الاعلى سيمتص الحرارة من الشمس مما سيؤدي الى تسخين طبقة الستراتوسفير الامر الذي سيدمر طبقة الاوزون مع الزمن ويسمح ذلك بوصول كميات اكبر بكثير من الاشعة فوق البنفسجية الى سطح الارض بحيث تشكل تهديدا مباشرا لصحة الانسان والزراعة والنظم البيئية على كل من اليابسة والماء مع درجات حرارة اقل من درجة التجمد في معظم انحاء نصف الكرة الشمالي خلال فصل الصيف مع اعلى درجة حرارة متوقعة خلال الصيف تساوي 2.5 تحت الصفر سيتسبب كل ذلك بالطبع في مجاعة عالمية في تقرير صدر عام 2013 خلص الباحثون من جمعية الاطباء الدوليين لمنع الحرب النووية اي بي بي ان دابليو الى ان اكثر من ملياري شخص اي نحو ربع سكان العالم سيكونون عرضة لخطر المجاعة في حالة حدوث تبادل نووي اقليمين بين الهند وباكستان او حتى باستخدام نسبة صغيرة من الاسلحة النووية التي تمتلكها امريكا وروسيا سيلي ذلك ارتفاع في اسعار المواد الغذائية مما يؤثر على مئات الملايين من الاشخاص الضعفاء في افقر دول العالم ما سبق لم يكن محاولة لارعابكم فكما قلنا منذ البداية الاحتمالات تظل ضئيلة لكن مجرد كونها موجودة مع كل هذا الاثر المتوقع الذي يهدد فعليا بحالة انقراض واسعة تشبه تلك التي حدثت بسبب مذنب ساقط قبل خمسة وستون مليون سنة وانهت وجود الديناصورات يدفعنا للتساؤل لما تستمر هذه الاحتمالية من الاساس لما لم نتمكن من محوها تماما خلال سبعون الى ثمانون سنة مضت منذ بداية العصر النووي رغم معرفتنا بالكوارث المتوقعة لما علينا في كل حرب ان نتخوف من وجودها لا نتصور ان مواطنا عاديا في دولة متقدمة او متوسطة يرغب في ان تستمر تلك الاحتمالية قائمة ولو بقدر يسير كيفية النجاة من قنبلة نووية قام الخبراء بتفصيل عدد من النصائح لتحسين فرص النجاة في حالة وقوع كارثة نووية بما في ذلك احزم مجموعة مستلزمات الطوارئ التي تحتوي على الماء والمواد الغذائية غير القابلة للتلف عندما تنفجر قنبلة نووية فانها ترسل اشعاعا يمكن ان يدمر هاتفك المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول لذا من الحكمة تجهيز اجهزة راديو تعمل بالبطارية للاتصالات بالنسبة للانفجار من المهم وجود اكبر قدر ممكن من الخرسانة بينك وبين الانفجار وبالنسبة للتداعيات من المهم ان تكون هناك جدران سميكة وصقف سميك ومن الجيد في المنزل اغلاق جميع النوافذ ولكن اذا كنت بالخارج وتعلم ان الانفجار قادم فقد يكون لديك الوقت للوصول الى ملجأ افضل عليك اولا ان تنزل على الارض ويداك خلف رأسك وتستعد للانفجار لا تنظر ابدا الى الانفجار لانه قد يتسبب في اصابتك بالعمى مؤقتا بعد الانفجار لديك ثلاثون دقيقة للوصول الى افضل مكان بمجرد دخولك الى الداخل قم بازالة ملابسك ونظف نفسك على الفور وانفخ انفك لمنع انتشار المواد المشعة ولا تستخدم البلسم لا اعرف لماذا اذا لم تتمكن من الاستحمام فامسح نفسك بقطعة قماش مبللة هذه بالطبع نصائح الخبراء والعلماء العجيب وكما ذكرنا في الجزء الاول من الفيديو ان التاريخ والاثار المكتشفة حديثا اخبرونا عن المصير المظلم الذي ينتظر البشرية كلها في حالة حدوث حرب نووية ولو عن طريق الخطأ ورغم ان الحواسيب المتطورة اكدت على احتمالية فناء البشرية في حالة حدوث ذلك الا ان الدول التي تمتلك هذا السلاح المميتة ما زالت مصرة على امتلاكه والتهديد باستخدامه ليس هذا فقط بل ينفقون ملايين الدولارات كل عام على تطويره وتحديثه ليصبح اكثر فكا واشد تدميرا من الواضح ان هذه الانظمة والحكومات تبحث عن بقائها ولو على حساب فناء البشرية نسأل الله السلامة والنجاة للجميع لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ومشاركته ليصل لاكبر عدد من الناس في كل مكان وانتظروا فيديو كبير عن حضارة تارتاريا العظمى بمعلومات جديدة ستعرفونها لأول مرة على قناتنا كما عودناكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقائي